تعال نروح بقى للجزء أو الحكاية أو الرواية اللي احنا مستنينها احنا مستنين ايه يا أولاد مستنين طبعاً الأهلي مستنين مباراة الوداد مستنين قياب نهاء دورة أبطال أفراجها يوم الحد القادم وإن شاء الله بإذن الله الأهلي هيكسب أنا أقول لك حاجة بطبيعة الحال وشغلنا وطبيعة شغلنا كل ما حد يشوفنا يسأل الناس سؤال واضح الأهلي كده هيكسب والله هيخسر الموضوع بقى صعب اللعب في المغرب والضغط الجماهيري والوداد بيلعب على ملعبها هتبقى الأمور صعبة أصل الكرات العرضية أصل الكرات السابتة أصل الأهلي كان مفوودي يخلص هنا ما كانش مفوودي يخش فينا هدف أصل الحكم هيعمل ايه أصل الحكم بتاع الزاب كان وحش طب بتاع العودة هيبقى عاملة ازاي أسئلة كتير طول الوقت بتتردد وتول الوقت فيه ألأ كبير جداً والله ما مجرد طاقة إيجابية بديها لحضراتكم والله ما مجرد طاقة إيجابية بديها لحضراتكم وعديك أسبابي الأهلي في مباراة العودة هيعمل مباراة محترمة وكبيرة إن شاء الله بس بس يبقى معاته وفيق الله إن شاء الله بإذن الله ويفوز بهذه البطولة بس الأهلي هيعمل مباراةكم هيسى؟ أضمن لك من دلوقتي مش هجيلك يوم لتنين وقول لك إيه؟ إيه ده الأهلي لعب مباراة وحشاوي؟ كده كده الأهلي هيعمل مباراة محترمة إن شاء الله ليه؟ إيه دلالت يعني على الكلام ده؟ آه بتقول كلام مخلص يعني أنت عارف بالغيب؟ لأ طبعاً ما عرفش بالغيب بس الأهلي بقالوا فترة كبيرة ماشي كويس مدرب كويس؟ لاعبين في أفضل أحوالهم إنت عندك في كل خط نجم نجم كبير محمد الشناوي لو لحق المباراة أو حتى مصطفى الشبين لعب أو علي لطف لعب التلاتة نجوم والتلاتة هايلين والتلاتة ممتازين تمام؟ خط الدفاع في محمد عبد المنعم وفي علي معلول وفي محمد هاني وفي ياسر إبراهيم نجوم لعبة دولية كلها كلها لعبة دولية وكبيرة وسط ملعب النادي الأهلي دون مبلغة دون مبلغة اسألوا أي حد في القرى الأفريقية هيقول لك أقوى وسط ملعب في القرى الأفريقية دلوقتي هو وسط ملعب النادي الأهلي مرون عطية وحمد فتحي وقالي وديانجي حتى اللي عددك في عمر السلية وقفشة وكندوسي إيه دا؟ قوي جدا خط الهجوم حدس ولا حرك كهرباء هدف البطولة برس داو أكتر صنع علعاب في الأهلي بتتكلم على حسين الشحات اللي بيقدم مستوى مدهش ومبهر منذ بداية الموسم فأنت بتتكلم في حالة فنية وفردية للأهلي تخليك متطمن تخليك متطمن يقدر يسجل ويقدر يدافع فما تقلقش تقلق إمتى؟ لو لقيت إن أنا بقى طالع هنا أنا وكل زماينا في حاجة أنت المفروض تقلق منها على الأهلي لو موجود تقلق منها على الأهلي لو موجود وهي الحمد لله مش موجود الحمد لله مش موجود إيه يا؟ لو لقيتني هنا مثلاً أنا وكل زماينا اللي بيشتغل في الأعلام طلعين نقول لك إحنا مؤتمدين على روح الفنية للحامرة مؤتمدين على شخصية الأهلي مؤتمدين على الأهلي بمن حضر كل الكلام المهم ده هو مش غلط بالمناسبة بس ما كلمتكش إنه الأهلي كويس فنياً أنا باعتمد على حاجات بقى معنوية ليه يا الروح والحماس والتاريخ والشخصية لو لقيتني ما كلمك على الحاجات دي ابدأ إيه لا؟ ليه؟ عشان دي لوحدها ما تكسبش دي لازم تبقى جنب إيه؟ جنب فريق فنياً كويس والأهلي دلوقتي فريق فنياً مش كويس رائع جداً يعني مش هقدر أقولك مثلاً إيه؟ فريق معقول لا 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 فأفضل أحواله على الإطلاق فاتطمن عشان الأهلي وفق أفضل أحواله على الإطلاق ومعاش وقت الحاجات اللي أقول تلك دي اللي هي بتاعت الشخصية والتاريخ وروح الفانين للحمرة لما يبقى اللي اتنين دول مع بعض يكسب النادي الأهلي وانت بطنك بطيخة صيفي فان شاء الله الأهلي يكسب بإذن الله توفيق ربنا ان شاء الله معاه والأمور تبقى ميسرة ان شاء الله بإذن الله فما تلقش ما تلقش قوي يعني سيب اللعيبة هي اللي تبقى مركزة بس انت كمشجع ما تلقش قوي بلاش أبورة في القلقة وصل حاكم وأصل الظروف واصلا هيحصل وكانش مفود يخش في نجون الأهلي خرج من هنا كسبان وبإذن الله يرجع من هناك كسبان ان شاء الله